طيب بطولات أو خمس بطولات استطاع نادي الأهلي أن يفوز بها كلها في موسم بيعتبروا كثير من الأهلوية هو الموسم التاريخي لنادي الأهلي موسم استثنائي طبعا لنادي الأهلي فرقة بتخش في أكثر من بطولة وبتحرز البطولة بتحصد كل البطولات اللي هي دخلت فيها دي حاجة طبعا كويسة تحسب للجهاز الفني وستر كولر وكمان بتحسب للجيل ده من اللعيبة في تاريخهم والموضوع ده بقى إسلام يعني مشكلته أنه هو زود الضغوط وزود المسئولية على الجهاز الفني وعلى اللعيبة لأن ما بتوصل للقمة وحصد البطولات أنت مطالب أنك تبقى أحسن من كده كمان ما تقلش لحد أدنى بالنسبالك طبعا من حيث طبعا رأي الجمهور وحتى مجلس الإدارة مش حيبقى الأقل من كده طبعا فدي بتزود الصعوبة عشان كده لازم الجدية ولازم البداية تكون قوية ودي بتدت الحمد لله بحاجة كويسة قوي اللي هي الأجازة اللي اتخذت اللي هي الثلاثة أسابيع تقريبا والمعسكر اللي فكروا فيه طبعا فيه اللي هتعمل في النمسا بعد راحة سلبية الجميع اللعيبة يقدروا يعملوا فترة إعداد كويسة الراجل مش هيبدأ بقى من البداية زي ما بدأ لما جاء أول مرة يتعرف لسه وخلاص عارف طبعا اللعيبة كلها وعارف مستوى كل لعيب ومستوى كل لعيب في المكان ده بالتحديد حطي ييده على العناصر الأساسية ابتدى طبعا يختار مين هيكمل معاه ومين هيغادر النادي الأهلي التدعمات كمان اللي عملها مع مجلس الإدارة التدعمات القوية طبعا دي هتزود من قدرة وكفاءة الفريق في مواجهة التحديات اللي جاية فترة إعداد مهمة جدا جدا عشان العيبة طبعا ترجع بعد الأجازة وتستفيد بقى من فترة الإعداد ويقدر هو من خلال العناصر كمان اللي استخدمها الجديدة إنه هو يدعم ممكن يكون في حاجات كانت في دماغه السنة اللي فاتت ممكن ملحقش يعملها ملحقش يفاهمها للعيبة بعض العناصر الجديدة اللي هو اختارها ومجلس إدارة اختارها ممكن تحقق له الحاجات أو طريقة اللاب أو لو فيه دفوهات السنة اللي فاتت كانت موجودة إنه كان في بعض برضو الحاجات اللي كانت يعني أحيانا بتظهر وهي وصولك الكتير للمرمى وإضاءة الأهداف السهلة ودي كانت بتبقى مشكلة في البطولات القوية زي مثلا كاس عالم الأندية ما عندكش فرصة إنك توصل كتير لمرمى المنافس فلازم يبقى فيه دقة شوية في استغلال الفرص أعتقد عناصر الجديدة اللي موجودة أو اللي هي موجودة هتقدر إن شاء الله بإذن الله يصلح الأخطاء اللي كانت موجودة بعض الحاجات اللي كان ممكن تيجي من غلطات يعني بعض الغلطات الدفاعية ممكن يقدر برضو يصلحها هو شغلة المدرب الأساسية إنه هو تصحيح الأخطاء وتنمية صدرات اللعبة فأعتقد إن شاء الله فترة عدد تكون كافية وتكون مفيدة جدا جدا للمشوار القوي اللي مش هيقل عن السنة اللي فاتت من حيث الضغط المباراة ومن حيث الأهمية اشتركوا في القناة